أهلا وسهلا بكم رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نقوم بمراجعة وفتح صندوق وضبط إعدادات راوتر التيندة لبين إيدينا رقم الموديل D301LV4 خليكم معنا وأكيد يا شباب قبل ما نفتح الصندوق عطوني لايك لحتى يزيد انتشار هذا الفيديو عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرات ليوصلكم كل جديد بعالم الراوترات لحنا سابقا أصدقائي قمنا بفتح صندوق وضبط إعدادات راوتر تيند رح تلاقوه هون بعلامة الآي بالزاوية على الفيديو طبعا هذا الراوتر من فئة اقتصادية وصغير الحجم مثل ما لناها شايفي منلاحظ على الواجهة الرئيسية للصندوق شكل الراوتر رقم الموديل الخاص بالراوتر كذلك الأمر بعض المواصفات الاعتيادية منلاحظة على كل الراوترات أكيد عم يقلك أنه هو Fast Wi-Fi Speed بعض الإعدادات المتقدمة للسيكوريتي إضافة لأنه بيدعم ميزة الـ IP TV بالنسبة لميزة الـ IP TV صراحة أنا ما جربتها ولكن غالبا أكيد رح يدعمها بشكل سلكي أما بشكل لاسلكي ما عندي فكرة عن هذا الموضوع من هذا المكان بالصندوق منلاحظ بعض المواصفات الخاصة بموضوع الويرلس وموضوع التشفير الخاص فيها كذلك الأمر عم يقل لي شو محتويات الصندوق بشكل عام أكيد الراوتر وكذلك الأمر كتية بالتعليمات كابل خاص بالشبكة كابل خاص بالهاتف الباور أدابتر أو الترانس الخاص بتغذية الكهرباء كذلك الأمر DSL فلتر أو الفلتر الخاص بالDSL أما من الطرف الآخر للصندوق عم يقل لي أقل المواصفات الخاصة لتشغيل وبرمجة هذا الراوتر أقل شي لازم يكون عندك Windows XP وصعودا كذلك الأمر مستعرض خاص بالإنترنت ومدخل خاص بالشبكة على اللابتوب أو الكمبيوتر كذلك الأمر Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac ما عندك أي مشكلة ببرمجة هذا الراوتر على هدول الأنظمة أما من خلف الصندوق منلاحظ طريقة توصيل الراوتر على الهاتف كذلك الأمر طريقة توصيل الباور والشكل العام للراوتر وعندي بهذا المكان جدول خاص بمواصفات هذا الراوتر ومواصفات راوترات قريبة إلو عندي الـ D301, D305, V12 طبعا الراوتر بين إيدي فيه إلو مواصفات معينة موجودة بهذا المكان أهم أنه بيدعم IPTV أنظمة المقاسم ADSL2, ADSL2 Plus بث الفيديو بدقة 4K وسرعة نقل البيانات ضمن الويرلس اللي هي 300 كذلك الأمر الأنطينات أو الهوائيات الخاصة فيه هي 2 إلى 5 دي بي آي وهلأ مننتقل لنتعرف على محتويات صندوق هذا الراوتر مثل ما أنا شايفين عندي كتيبات التعليمات اللي بين إيدي منشوف إذا بتدعم اللغة العربية ولا لا للأساف هذا الكتيب ما بيدعم اللغة العربية عندي كتيب التعليمات الثاني كذلك الأمر منشوف إذا بيدعم اللغة العربية ما بيدعم اللغة العربية الكتيبة اللي بين إيدي ولكن فيه إرشادات طريقة التوصيل مثل ما أنا شايفين وكذلك الأمر من الخلف في عندي طريقة البرمجة الخاصة بالراوتر منلاحظ أنه عندي الراوتر بهذا المكان هلأ منتركه على جنب لنشوفه بعد شوي في عندي الأدابتر الخاص بتغذيته بالكهرباء طبعا هذا الأدابتر بيجي 9 فولت بقوة 600 ميلي أمبير عندي السبلايتر أو ما يسمى بالفلتر الخاص بتنقية خط الهاتف من الضجيج أو التشويش طبعا الخط الرئيسي بهذا المكان وكذلك الأمر عندي هون مخرج للهاتف ومخراج لعند الراوتر طبعا طريقة التوصيل الخاصة بالفلتر شرحناها سابقا بأحد الفيديوهات رح تلاقوا كذلك الأمر بإشارة الآي بزاوية الفيديو ضمن الصندوق منلاحظ أنه في عندي كابل خاص بالشبكة بطول تقريبا متر أو أقل من متر بشوي كذلك الأمر في عندي كابلين خاصين بالهاتف بهذا الشكل وهلأ رح نتعرف على شكل الراوتر بشكل عام من الأضواء اللي بمقدمة الراوتر كذلك الأمر بالمداخل اللي موجودة من الخلف بالنسبة لمقدمة الراوتر منلاحظ أنه في اسم الراوتر تيندا كذلك الأمر في عندي عدة تقوبهم في بداخلها أضواء عندي الضوء الأول هو ضوء البوار الضوء الثاني اللي بعد البوار هو على شكل كرة أرضية وبحواليها مثل قوس وهي ضوء ميزة الانترنت في حال كانت فعالة على خط الهاتف الضوء اللي بعد منه هو ضوء ميزة الـ WPS في حال كانت فعالة ضمن الراوتر يلي بعدا منه هو ضوء الويرلس كذلك الأمر في حالة كانت معطلة أو كانت فعالة كذلك الأمر رح تكون مضيئة عندي أربع أضواء لخطوط الشبكة اللي موصولين خلف الراوتر وأخيرا عندي ضوء ميزة الـ DSL وخط الهاتف وحرارة الهاتف في حال كان موصول أو مشبوك خط الهاتف بهذا المكان طبعا الهوائيات قابلة للتحريك بهذا الشكل طبعا هو غالبا رح يكون الراوتر بنوضع بهذا الشكل على الطاولة عندي من جانب الراوتر بهذا المكان ضغطة الباور للتشغيل والإطفاء بعد ضغطة الباور عندي مكان لأضغطه بدبوس لحتى أعمل ريسيت أو ضبط مصنع لهذا الراوتر دون الدخول إلى الإعدادات الداخلية عن طريق كمبيوتر بهذا المكان ضغط بدبوس لمدة 10 ثواني بيعمل ضبط مصنع كامل للراوتر وبتروح جميع الإعدادات الموجودة وأخيرا عندي كبسة خاصة بتفعيل وإيقاف تشغيل الويرلس بشكل سريع بهذا المكان ضغطة طويلة منلاقي أنه انطفع طويل ويرلس وضغطة طويلة بترجع بيشعل الويرلس بشكل سريع بدون الدخول إلى إعدادات الراوتر أما من خلف الراوتر منلاحظ أنه في عندي مدخل خط الهاتف كذلك الأمر لأربع مداخل لكبل الشبكة فيني شغل عليها أربع حواسب أو أوصلها على سويتش كذلك الأمر المدخل الخاص بالتيار الكهربائي مثل ما ذكرنا عن طريق الترانس تسعة فولت ستمية ميلي أمبير وأخيرا يا شباب عندي خلف الراوتر منلاحظ اسم الراوتر تيندا كذلك الأمر رقم الموديل الخاص فيه الدخول لهذا الراوتر عن طريق الـ 192-168-1-1 الـ IP الخاص بالدخول للبرمجة وهذا الشيء بأغلب الراوترات موجود كذلك الأمر اسم الدخول admin كلمة المرور admin للدخول إلى واجهة البرمجة ما عندي أي شيء تاني إلا عم يقل لي أنه الـ WLAN key في إلى كلمة مرور في حال ضبط المصنع وما وصلته عن طريق قبل الشبكة فيك عن طريق الجوال تدخل وتبرمجه في إلها كلمة سرهم كذلك الأمر اسم الشبكة رح يكون اسمتين ده 773D كذلك الأمر موجود بهذا المكان هاي بشكل عام تعرفتنا على محتويات الصندوق على الراوتر البين إيدينا وهلأ مننتقل لجهاز الكمبيوتر لحتى نتعرف على طريقة البرمجة الخاصة بهذا الراوتر وهلأ يا شباب مننتقل لجهاز الكمبيوتر لنتعرف على طريقة البرمجة وتنزيل الإعدادات الخاصة براوتر التين ده أكيد لحنا بحاجة لمستعرض خاص بالإنترنت مثل الفيرفوكس أو الجوجل كروم أو أي مستعرض إنترنت عندك وأكيد بخانة البحث فوق كما جميع الراوترات في العالم 192-168-1 طبعا مو كل الراوترات بس المعظم الدخول للبرمجة تبعها هي 192-168-1 بعد ما منكتب هذا العنوان فوق بشريط البحث منعمل انتر تطلع لي واجهة الدخول للبرمجة اللي أكيد فيها اليوزر نيم والباسورد آدمين آدمين منعمل لوغين تفتح عندي واجهة برمجة الراوتر متل ما ما شايفينه أول شي بيطلع لي الستيتوس أو المعلومات العامة عن الراوتر رقم موديل الراوتر الفيرجن الخاص بالسوفتوير تاريخ وقت كذلك الأمر السرعة الأبلود والداونلود اللي واصل عليها خط التليفون أو السرعة المقدمة من مزود خدميات الانترنت بنفس الواجهة الرئيسية تحت الديفايس انفو في عندي الدي اس ال أو ال اي دي اس ال كذلك الأمر معلومات كاملة عن خط الهاتف موجودة عندي هون ومن بيناتها الاس ان ار وهالأمور هاي اللي بتحكيلي عن التشويش الوارد على خط الهاتف التبويب الثاني عندي يا من فوق الويذرد واللي بداخله فين يدخل الاعدادات الخاصة بمزود خدمية الانترنت عندي بالبيت هلأ رح دخل الاعدادات بشكل سريع عندي الفي بي آي 8 الفي سي آي 35 طبعا الاعدادات اللي انا بدخلها هون هي اعدادات خاصة بمزود خدمة الانترنت عندي بسوريا يا شباب اللي بغير دولة او بغير مكان اكيد مزود خدمة الانترنت رح يعطيه الاعدادات الخاصة فيه الكونيكشن مود رح يكون البي بي بي او اي واكيد ما ننسى انه احد الاعدادات المهمة هي الالالسي تمام يا شباب وليس الفي سي ام يو اكس الالالسي هي اساسية لما منحط 8 على 35 وبهذا المكان البي بي 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 السيتنجز بهذا المكان رح تحط اليوزر نيم والباسورد المقدمين من مزود خدمية الانترنت بعد ما وضعت اليوزر نيم والباسورد الخاصين فيني هون الديفولت روت لازم تكون بحالة انابل ما تنسى هات الشي بعد ما خلصنا بنعمل نيكست التالي بهذا المكان عم يخبرني انه حط اسم للشبكة اللي عندك طبعا الديفولت بيكون تين دا وبهذا المكان النون فيني اختار اعلى واحدة الو بي اي تو ميكسد رح خلي اسم الشبكة تين دا فقط وبهذا المكان رح حط باسورد لعلى التعيين مثلا من واحد لا تسعة طبعا باقل تقدير لازم يكونوا اتمن محارف ما بين ارقام رموز وما الى هنالك في حال كنت حابب تعطل الويرلس من هذا المكان تعمل الديسيبل الوان تمام نعمل لها ديسيبل نضغط على التالي وهيك بتكون انتهت الاعدادات كليان وطبعا اكيد بهذا المكان كاتب لي شو هنالا الاعدادات اللي انا وضعتهم من شوي بعمل apply changes يعني تطبيق الاعدادات بعد ما انتهت برجعني على صفحة الستيتوس الرئيسية هيك بكون انا طبقت الاعدادات بشكل كامل في عندي شوية خيارات بقلب الروتر رح نمر عليها على السريع بنتي اللي عند تبويب الستب واللي بقلبه فيني ضيف اعدادات اضافية منلاحظ انه باسفل هذا التبويب بلاحظ وجود الاعدادات الاصلي اللي انا وضعتها ببداية البرمجة بهذا المكان فيني اما اهذفها واما باشارة القلم اضغط عليها وبالتالي عدل الاعدادات الاساسية اللي انا وضعتها ان كان حابب عدل الايميل او حد او عدل الباسورد بنفس تبويب الوان منلاحظ فيه بالاسفل الادسل يفضل هدول يكونوا كلياتهم محطوط عليهم اشارات صح بحيث انه يتوافق الروتر اللي عندك مع جميع انواع المقاسم والبوابات اما داخل تبويب اللان هون عندي الاي بي الخاص بالراوتر اللي ااي بي هون عندي اياه واحد واحد بالتالي بالبرمجة انا دخلت على الواحد واحد اذا بعده للاثنين بصير بفوت على البرمجة واحد اثنين كذلك الامر فيني استفيد من تعديله لرقم اثنين لاني اوصله على راوتر تاني اذا كنت حابب هذا الراوتر يصير مثل ربيتر تمام اني يكرر الاشارة عن طريقه ولكن عن طريق كبل انتبه صديقي بتوصل بين الراوترين كبل شبكة بالتالي هذا بتحطه رقم اثنين بتستفيد منه لتكرر الاشارة لمكان ابعد وفيك بهذا المكان تحدد ماك ادرس بالنسبة لمداخل الشبكة بحيث انه بعض الماكات تدخل على هذا البورد تبع الشبكة او ما تدخل هاي ميزة رائعة جدا بهذا الراوتر صراحة وعادة ما بتكون الا بالشبكة اللاسلكية وهون موجودة حتى بالشبكة السلكية تبويب الدي اتش سي بي واللي هو الخاص بتوزيع الاي بيات توزيع العناوين عن طريق الراوتر اما بتعطله واما بتخليه بشكل شغال اكيد لما بدك تعطله بده تكون مثبت اي بي بهذا المكان كما ذكرنا سابقا يا سبا يا شباب ازا بدنا نحول هذا الراوتر لربيتر منحدد الاي بي تبعه رقم اثنين متل ما ذكرنا قبل شوي باللان وبالدي اتش سي بي بدنا نعطله ليش لانه الراوتر الاساسي اللي اخدين منه كبل الشبكة هو اللي عم يوزع الاي بيات ما بصير راوترين بنفس الوقت يوزعوا عناوين اي بي تمام يا شباب وكذلك الامر بهذا المكان فينا نحدد من وين لوين يوزع اي بي يعني مثلا انا عندي الرينج من واحد لعند مية عناوين اي بي ثابتة بالتالي بخلي الراوتر يبلش توزيع اي بي من بعد المية مثلا لعند الميتين واربعة وخمسين تمام خاصة للاشخاص اللي بيشتغلوا بعالم الشبكات عندهم مثلا اول عشر اجهزة هي اجهزة الديسكتوب او كمبيوتر عادية واصطينها بشكل شبكي اه سلكي تمام وما بدون تتوزع اي بيات بهذا المجال بدون يهدي توزع الاي بي من مجال اعلى بهذا المكان فين يعدل هاد الموضوع ولا الاشخاص اللي بيحبوا يثبتوا دي ان اس سيرفر مثل الدي ان اس الخاص بشركة جوجل وما الى هناك فيك تثبته بهذا المكان طبعا ما تنسبع التعديل كل الاعدادات تعمل طبعا موضوع دي ان اس الجوجل هي ملاحظة مهمة جدا وهلأ مننتقل التبويب المهم للجميع اللي هو تبويب الوي لان او الشبكة اللاسلكية الوييرلس اللي بداخله اسم الشبكة والباسورد الخاص بالشبكة تحت الوي لان في عندي البيزيك الاساسي اللي هو بيقلبه اسم الشبكة بشكل عام الاس اس اي دي وبهذا المكان دي سيبه الوييرلس لان انترفيس فيك تعطل واجهة الشبكة كليا بمعنى اخر بتعطل الوييرلس كليا من على الراوتر تبويب اليتشانل ويث بهذا المكان حطه عشرين على اربع او عشرين على اربعين اميجا هيرتز هذا الشي بيكون افضل للتجاوب مع جميع الجوالات اللي عندك حابب تثبت قناة لتبث عليها يعني قناة ويرلس خاصة بحيث انه ما تتعارض مع القنوات المحيطة فيك عندك من عند الخمسة لعند الى تلتعاش يفضل ما بين الخمسة والاداعش تثبتها ما بعدك تثبتها خليها بشكل اوتو كل ما بيشعل الراوتر بينتقل لقناة بحيث انه تكون مغايرة عن الراوترات اللي بمحيط الراوتر اللي جنبك عندي تبويب الماكس كليانس عدد الاشخاص اللي بيقدروا يتصلوا بهذا الراوتر فين يحدد ثلاثة مثلا واذا اجي الشخص الرابع لو معه الباسورد الخاصة بالويرلس ما حيقدر يتصل بهذا الراوتر ولكن هل يا هل ترى اذا رفعت هذا العدد للخمسة وعشرين رح يقدر يتجاوب الراوتر مع هذا العدد الكبير من الاتصالات عليه صراحة ما جربت واكيد بعد ما انتهي من التعديلات كلياتها يعني تطبيق الاعدادات من لاحظ لما اخترت له خمسة وعشرين يوزر يتصلوا بالويرلس اللي ما فيك الا تحدد من عند واحد الا لعند ستعاش بس بس ستعشر يوزر هذا المعالج بيقدر يستحمل ستعشر شخص يتصلوا بآل واحد على هذا الراوتر اذا رح نحطها ستعاش ونقل له تطبيق وهلا مننتقل عن تبويب السيكوريتي ضمن الويرلس بهذا المكان يا شباب اكيد فيني حط الباسورد الخاصة بالويرلس بشكل عام في عندي شكل عين هون بتأظهر ليها او تخفي ليها للباسورد الموجودة واكيد ما ننسى يا شباب اعلى تشفير منحطه الام الو بي اي تو مكسيد هو هاد اعلى تشفير بياخده الراوتر من مميزات الراوتر فيني افتح فيه عدة شبكات للضيف او شبكات وهمية على هاد الراوتر اسم الميزة ام بي اس اس اي دي بهذا المكان فيني اعمل انابل تفعيل وفيني سميها للشبكة الاسم اللي بديها تمام وفيني اعملها مخفية او ظاهرة متل ما انا شايفين كذلك الامر حدد عدد المستخدمين على هاي الشبكة ولكن للأسف ضمن الاعداد ما فيني حدد سرعة الانترنت ضمنها الشبكة او شبكة الضيف اما بالنسبة للاشخاص اللي عبي يسألوا عن موضوع حضر الماك ادرس او السماح لماك ادرس معين بالدخول على الراوتر فهو هاد ومكانها لاكسس كونترول ليست في هذا المكان اما خانة اللاو اللي مسموح لهم بالدخول فقط لهذا الراوتر خمس ماكات ست ماكات او عشر ماكات او الديناي الناس المحظورين من الدخول لهذا الراوتر حتى لو كان معهم الباسورد وهذا الموضوع اكيد شرحناه بفيديو سابق واكيد مننتقل عند الخيارة اللي داخل تبويب الويرلس وفيه شي مهم جدا لكتير من الاشخاص اللي هو بث الشبكة اما نخليها مخفية واما نخليها ظاهرة الا اي حاليا بحالة فيك تحطها بحالة بالتالي بتصير الشبكة مخفية والاشخاص اللي بيسألوا عن طريقة ايقاف الو بي اس او الثغرة اللي بتخلي الراوترات تتهكر عن طريقة موجودة طبعا باخر خيار دابليو بي اس في عندي هون دي سيبل دابليو بي اس بعطل هذا الخيار من هون وبقل له بتطبق الاعداد تمام يا شباب خايف على شبكتك انه تتهكر وهي ظاهرة هذا الخيار اكيد بتعمله دي سيبل وبتعمل تطبيق بالتالي بحياته ما بتتهكر الشبكة تبويب الاس ان ام بي كذلك الامر دي ان اس متل ما انا شايفينه بهذا المكان فيك تثبت دي ان اس كما ثبتناه هناك مثلا نثبت دي ان اس جوجل اليو ار ال فيلتر بهذا المكان فيك تدخل مواقع لحتى تحجبها انا صراحة هذا الخيار جربته بالدي لينك ولكن للأسف ما اشتغل معي ممكن انه تجربوه انتو وتشوفو شو بيصير معكم انه فعلا بيحجب مواقع ولا لا عندي ال اي سي ال بهذا المكان وعندي الدي او اس كذلك الامر واخيرا عندي تبويب المنتنينز بداخله تبويب الابديت عندي الفريموير ابديت بهذا المكان نعمل ابديت للسوفت وير كله للراوتر كذلك الامر تحت الفريموير عندي الباك اوب والرستور يعني انا بكون ااخد نسخة عن اعدادات هذا الراوتر ومخبيها على جنب عملت ضبط مصنع للراوتر فيني استعيد دول الاعدادات بدون ما ضيفهم كلها تنعيد العملية كلها هذا بسمع بنلون استعادة من هذا المكان وبالتالي بترجع اعدادات الراوتر جاهزة تبويب الباسورد بداخله المكان اللي فيك تعدل الباسورد الخاصة بالدخول الى برمجة الراوتر اللي هي الادمين ادمن تبويب الريبوت اللي هو فيك عن طريقه تعمل ضبط مصنع ضبط مصنع رستور تو ديفولت ستنج بيعمل ضبط مصنع للراوتر بشكل عام طبعا في ملاحظة مهمة جدا انه على الراوتر نفسه في زر خاص بضبط المصنع من على جانب الراوتر واخر تبويب عندي اياه هو تبويب عمل اختبارات بسيطة وسريعة للاتصال بالانترنت او بمقسم الهاتف الخاص بهذا الراوتر وبهالعملية يا شباب ممكن نعملنا الشرح بسيط وسريع لإعدادات الراوتر اللي بين ايدينا شكرا لمتابعتكن اصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية